السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة مو انجليش معكم الأستاذ مراد أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وسنة سعيدة وكل عام وأنتم بألف خير جئتكم اليوم بفيديو رائع من سلسلة التعليم العبارات الأكثر استخداما في حياتنا اليومية في هذا الفيديو إن شاء الله سنحاول التطرق إلى الأنشطة التي نقوم بها في أوقات فراغنا أو في نهاية كل أسبوع إذن السؤال الذي قد يطرح عليك بالإنجليزية من طرف أصدقائك هو كالتالي مثلا قد يسألك بعض أصدقاء ماذا تفعل في نهاية كل أسبوع أو ماذا تفعل في وقت فراغك بالإنجليزية نعيد ماذا تفعل في نهاية كل أسبوع؟ ماذا تفعل في وقت فراغك؟ الأجوبة قد تكون مختلفة مثلا الأشطة التي نقوم بها في نهاية كل أسبوع قد تختلف من شخص إلى آخر إذن لنتطرق إلى هذه العبارات التي تستعمل العبارة الأولى أو النشاط الأول الذي قد تفعله في نهاية كل أسبوع أقوم بإرسال الرسائل النصية القصيرة إلى أصدقائي أذهب إلى المتجر أذهب إلى المكتبة أتصفح الأنترنت أتصفح الأنترنت أتعلم اللغات الأجنبية أتعلم اللغات الأجنبية ألغب الكمبيوتر ألغب الكمبيوتر I hang out with my friends باللغة العربية أتسكى مع أصدقائي in my free time في وقت فراغي إذن كل الأنشطة التي نقوم بها الآن التي أكررها هي ماذا تفعل في وقت فراغك إن سألك شخص ما what do you do at the weekends or what do you do in your free time يمكنك الإجابة بهذه الأنشطة وببعض منها نتمي I go to the cinema I go to the cinema أذهب إلى السينما I play sport I play sport ألعاب الرياضة I read books I read books أقرأ الكتب I wear the plants I wear the plants I wear the plants أسكى الغصون I cut the grass I cut the grass in my free time I cut the grass أقصو لش I tidy my room أرتبو غرفتي I tidy my room I make my breakfast In my free time I make my breakfast أعدو فطوري I do the laundry I do the laundry أقصو لما لابسي I iron my clothes I iron my clothes أقويم لابسي I help my mother in house chores I help my mother in house around the house chores وساعد أمي في الأعمال المنزلية I work the dog or I work my dog ومشي كلبي ومشي كلبي in the morning or in the evening I move the floor I move the floor أعدو معي العبارة اللي كي تقوم بنتقها بشكل صحيح I move I move the floor أمسح الأرض I wash dishes I wash dishes I wash I wash I wash dishes أغسل الصحون I take out the rubbish I take out the rubbish أخرج القمامة أخرج القمامة I dust the furniture I dust the furniture I dust the furniture أنفض الغبار من الآتات المنزلية I watch TV I watch TV أشاهد التلفز In my free time I watch TV I make my bed I make my bed أقوم بترتيب سريري I sleep In my free time I sleep I clean the tables I wash my dad's car أقوم بغسل سيارتي سيارة أبي I do my homework I do my homework أقوم بواجباتي أو بفروضي المنزلية إذن أصدقائي هذه العبارات جد مهمة إن سطعتم حفظ بعض منها فأنتم في الطريق الصحيح إذن لا تبقلوا علينا ب أي تعليق وديروا لايك وصابتوا ونرى أنكم إن شاء الله في المتحدثين فيديو إذن أصدقائي بعدما شاهدتوا الفيديو نتمنى أنكم تكونوا استبتوا من الإزاكتيبيتي اللي ذناهم في الفيديو وأن هذه العبارات إن شاء الله تحاولوا أنكم تمارسوهم مع أصدقائي وأصدقائي وأصدقائي و الحاجة الوحيدة اللي أنني نصحكم بها آخر هالفيديو هو أنكم تحاولوا أن تحاولوا أنكم بخاتيكو لانغلي ديالكم بذكشي لي عندكم مع زميع الأصدقاء اللي كتعرفوا اللي كي عدروا اللغة الإنجليزية ومع اللي باعون ديالكم باش أنكم بخاتيكو اللي 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 شفتوا اليوم في الفيديو إذن قناة مو إنجليش دائما كتهدف إلى أنها تعطي كل ما عندها باش أننا نوصلوا المحتوى زويين لناس زوينين بحالكم إذن لما نوصيكم أصدقائي الأعزاء حاولوا أنكم دائما براكتكك ميك you perfec and try to speak english with your friends and family and don't forget ما تنسوش أنكم تبارتجوا الفيديو please this is all the thing اللي كتلم لكم وانكم تشتركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم باش نكونوا دائما في القمة اما كما اشتو هذي اي واحد اشتو لك يقولك مثلا what do you do in your free time بوقت الفراغ ديالك غادي تقولوا هذي كذلك اللي كنا كنشرحوهم في الفيديو اوكي سو ما تنسوش انكم دائما تشتركوا معكم الفيديو وانكم تكتبوا لكم وانتاغ الناس اللي ما عنداش شي باجاج اللي هو مديال ان انا نساعدوهم في احسن الحل اوكي سو سنساعدة مرة اخرى نشوفكم ان شاء الله في احسن احوال معكم الاستاذ موراد في القناة مو انجليش تلو لي افراسكم and good good bye باي باي اسلام عليكم